أهلاً بحضراتكم على رأيي اللي قال يا بخت منوفق رصين في الحلال وقال كمان امشي في الجنازة وما تمشيش في الجوازة حيرتونا والله يا جماعة يعني نمشي في الجوازة ولا ما نمشيش عموماً مش هي دي حكايتنا النهاردة هقول لكم على مهنة مش هتلاقوها غير في مصر ومع التكنولوجيا والتطور اتطورت وبقت أونلاين النهاردة هكلمكم عن الخطبة الخطبة بتاعت أهل زمان اللي جربها دايماً مليان بصور فتيات وصور فتيان خربة وبنخليهم قربة الخطبة شغلانة مصرية خالصة ومتورسة من الجدات إلى الأمهات ووصلت كمان لحد البنات ناس كتير كانوا بيتجوزوا عن طريقها فعلاً والمدهش والغريب إنها كانت جوازات نجحة وبتستمر أكتر من جوازات اليومين دول طيب الخطبة كانت بتجوز الناس إزاي؟ أنا أقول لك الخطبة كانت هي الوسيلة الوحيدة اللي بتعتمد عليها العائلات في جوازات الأولاد شباب وبنات كانوا بيسوقوا فيها جداً ويدوها صور البنات اللي عايزين يتجوزوا وهي اللي كانت بتعرض الصور على العرسان وأهليهم ولما الصور تعجب العريس تبدأ الخطبة في الخطبة التانية تحديد موعد فلقاء، فشربات، وزفة، وفرح حتى هيسألني إمتى بقى ظهرت شغلانة الخطبة دي؟ الخطبة ظهرت لأول مرة في العصر المملوكي وده طبعاً لأن الرجال زمان ما كانوش بيشوفوا الستات وممنوع الخروج ولو خرجت تبقى لبسة ليشمك ومفيش حاجة بينة منها وبالمناسبة منع الستات من الخروج دي كانت عادة متورصة من أيام الحاكم بأمر الله اللي طلع فرامان بمنع النساء من الخروج واللي عايزة تخرج لازم تاخد تصريح وتكون لابسة حاجات كتير جداً تخلي أي حد يشوفها ما يعرفهاش وعلشان يتأكد من تنفيذ فرامانه منع الإسكافية من صناعة أحزية للنساء واللي كان بيطيبط عليه بيعمل جزمة حريمة بيدخل السجن فوراً الحكاية دي خلت عملية الجواز ندرة جداً وصعبة جداً وبقى الحل هو الخطبة اللي ممكن تدخل البيوت تشوف البنات وتوصفهم للعريس وهو يختار يعني تقوله البيت ده في بنت بيضة شعرها طويل وإسود أنها واسعة وهكذا فيقول لها على بركة الله ويخطبها وتروح للعروسة وتحكيلها عن مواصفات العريس طبعاً لازم هنا يبقى فيه سؤال منطقي جداً هي اللي كانت بتشتغل خطبة بتفضل طول اليوم تلف على البيوت تشوف المنات في سن الجواز حقول لحضراتكم بس بعد الفاصل شغلانة الخطبة بدأت بالصدفة أو زي ما بنقول كده ترتيبات القدر زمان كان فيه الدلالات ودول ستات بيشتروا أقمشة وحاجات تانية كتير ويلفوا يبيعوها للستات جوة البيوت وطبعاً البنات بتتفرج وتختار أقمشة وتطلب حاجات تانية تشوفها وعلشان كده الدلالة بقت عارفة كل بنات الحي اللي بتشتغل فيه ولما شاب يحب يتجوز أمه كانت بتسأل الدلالة عن أخلاق العروسة وأهلها أو تطلب منها ترشح لها عروسة شوية بشوية بقت دي شغلانة معروفة وبقت الدلالة بتاخد أجر عنها وبقت كل الدلالات بيشتغلوا خطبة تعرف المواصفات اللي العريس طلبها وتدور عليها وتقوله موجودة في أنهبيت مش بس كده دي كمان بتقول لأهل العروسة وتنقل لهم كل حاجة عن العريس وقسرته وشغله وهكذا وإذا وفقه ترجع لهم بالبشارة عشان يتقدم هو وأهله ويتمموا الجوازة وهي تاخد أجرتها اللي كانوا بيسموها الحلاوة أو العشوة وطبعا الخطبة كانت بتاخد حلوتها من الطرفين وحسب المستوى المادي للعريس والعروسة يعني لو عيلة كبيرة وميسورة الحال كانوا بيدوها حدة قماش ومعاها فلوس أما بقى لو كانوا على قد الحال فكانت الخطبة بتكتفي بالعشوة والعشوة دي يوم الفرح اللي كانت بتحضره تكريما لدورها في الجوازة طيب الشغلانة دي كان ليها شروط ولا أي دلالة تقدر تبقى خطبة الشغلانة دي كان ليها شروط أولها طبعا الأمانة يعني الخطبة لازم تكون أمينة ولسانها حلو تحفظ أسرار البيوت اللي بتدخلها عشان الناس تصق فيها وتدخلها بيتها ويا ترى الخطبة دي لسه دلوقتي موجودة ولا اختفت برغم أن في ناس كتير شايفة أن المهنة دي انقرضت أو أنها عيب لكن الحقيقة هي لسه موجودة في الصعيد والأرياف صحيح مش منتشرة بس موجودة وفي المدن الكبيرة اتغير شكلها حبتين يعني بقت صلاة الترويح في رمضان فرصة أن الأمهات يشوفوا عرائس لولادهم أو يشوفوا للبنات عرسين يصلوا ويسألوا عنهم ويا ما جوازات تمت على العيد رغم أن كانوا لسه عارفين بعض في نص رمضان تطور الخطبة وصل للأونلاين كمان وبقى فيما كاتب جواز على صفحات الفيسبوك ولو قلت عليها خطبة ممكن يزعلوا جدا ومن الآخر وعلى رأيي اللي قال الخطبة بتوفق رصين في الحلال وتاخد حلوتها وحتفضل الأمهات تلجأ لها في جواز بناتها حتى لو بتوع التكنولوجيا زعلوا صفحات الجواز أونلاين هيفضل اسمها الحقيقي الخطبة اشتركوا في القناة